لإنجاح الحملة الزراعية الحالية وتشجيعاً للمزارعين المحليين تأتي زيارة والي الحوض السرقي المساعد رفقة السلطات الإدارية والأمنية لبلدية الإقدور حيث اطلع عن قرب على انطلاق عمليات استصلاح الأراضي وتهيئتها للموسم الزراعي وكذا سيد الوالي للمزارعين استعداد السلطات العمومية لمواكبتهم من أجل إنجاح الحملة الزراعية هذا العام أهيب بكافة المزارعين في ولاية الحوض السرقي عنهم يقتنموا هذا الموسم وعلى أنهم يتوجهوا كاملين شهر الزراعة ويعرفوا عنها خيار اقتصادي واستراتيجي لا غنى عنه وعلى أنه أصبح من الضروري المدى ما تقدمت لك اكتفاءها الذاتي وقوتها من المواد الغذائية على أنها تعتبر لا مزالت إلى حد ما سيادتها سيادة ناقصة وفي هذا الإطار نأكد لهم وذلك اللي خارق من الدعم السوف ما يتعلق بالماكينات التقليب الأراضي والله يتعلق بالسياج على أنه لا يتم توزيع إن شاء الله هذه السنة ويفق مقاربة جديدة تعتمد أساسا على المعاينة وعلى أن ذلك اللي مارس الزراعة وموجود فيها على أنه إن شاء الله دور يتم دعمه وتم يتم لتقديم الدعم والمواكبة والتعطير الفني عمدة بلدية لقدور ذمن جهود سلطات العمومية الرامية لإنجاح هذا الموسم مبديا استعداد البلدية لذلك بشتى الوسائل المتاحة وهم حالا مواكبين للموسم الزراعي ويعدلوا جاد عليهم مهتمين به وشاكلين رئيس الجمهورية اللي مهتم مصالحهم واللي يبقيهم يزرعوا بنا اللي نعرفوا على المدى ما زرعت ما هي قادة تستقي ما قادة تستقي مكون مدى زرعت وعدة الخضراء وعدة جميع أمور زراعة كاملة لأن نرضنا صالح للزراعة ومدى في وطنها يالتا لا تزرع عدنا الزراعة إياك تجبر اكتفاها هي ذاتي المزارعون أكدوا استعدادهم لتوسيع الأراضي المستصلحة والتهيئتها لموسم زراعي أفضل من سابقه عدلنا عمل الزراعة ونظروا ما أجيئ ليه ونشغلوا بأيدينا ولا لحمير ولا مراكبنا ولا أيدينا ونبقوا بمعي من الدولة اللي قاعدين نعدلوا كاملي بيدين نعدلوه ونبقوا نتيجة حتى ولاننا بأخلونه شيء ولا رأينا معي إليه نزيدوا هذا حتى ولا ما رأينا معي إليه جهودنا بعد وارينهم بجزا الله إلى الوالي اللي جانا وجماعته اللي معاه ووفده اللي معاه وشاكرينه وشاف عمنا الخاص غرضنا بيدين وقد ضعفنا وقد قوتنا لاهنا عملوا زراعتنا بيدين وشاكرين دولتنا ورئيسنا ونضاروا لمعي من مولانا ومنه اللي عمنا هذا الخاص عمنا هذا الخاص لاننا جبرونه معي نقولوا كل عمل نعدلو ولاننا ما نجبرونه عمل معي احنا بادلنا نعدلو بالحمير والخير والجمال لا نعدلو وتأتي هذه الزيارة في إطار الحملة الزراعية 2023-2024 التي تسعى السلطات العمومية أن يكون موسمها الحالي أفضل من الموسم الماضي الذي شهد ارتفاع ملحوظا في الناتش المحلي من الحبوب والخضروات لقناة الموريتانية أحمد السبت بلدية القدور